السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم الدكاترة عليم ايا ربطكم بخير انا زملتكم امل محمود فرقة خمسة جديد باذن الله شروح لكم تيطوري العناتهم بيعنوان الفينس رينج او جي او جي او جي اي تي اه قبل من نبدأ المحاضر بتاعتنا بس حابين ان نتذكر زماننا لتوفاهم الله بالدعاء ربنا يرحمهم ويخفلهم ما تجاوز عن سيئاتهم وصبر اهدوهم افتكرهم دايما بالدعاء ووضعوا لنفسكم بحصن الخاتمة اه وضعوا سنة خمسة باذن الله تكمل يعني على خير وتكملون سهلة وبسيطة عليهم لانهم تعبوا قولت سنة ديات وطولت جامد اه وضعوا لنحنا كمان برضو علشان الرمض من بهدل نسيج يعني نبدأ بقى المحاضرة بتاعتنا انا طبيعيا مش ابقى مذاكر اه لاي حاجة عموما غير لما يكون مذاكر كويس جدا لاننا عارف ان بيكون هو اناعكاس لارتيريا سبلاي انا لو مذاكر اه اعرف اقول من غير ما اذاكره اصلا غير ما افتحه تمام طيب اه قبل من ابدأ بس المحاضرة بتاعتنا عايزين نتكلم عن طبيعة الفين اصلا بيمشي ازاي وطيقوا انه بيكون عكس الارتري طب وارتري اصلا بيبدأ ازاي بيبدأ بارتري كبير او برانش كبير وبعد كده يبدأ الديني برانشات اصغر البرانشات اصغر دي تتفرع البرانشات اصغر لحد ما تيجي للتارجت اورجن اللي راح تغذية وتنتهي بحاجة اسمها كابلرز اما الفين بقى بيمشي عكس كده بيبتدي بحاجة اسمها تريبيوترز والتريبيوترز دي تجمع مع بعضها وتديني فين اكبر والفين ده بيتحد مع فين تاني صغير زيه ويديني فين اكبر لحد ما نوصل للسوبرير والإنفير والبناكافة اللي هيصدبه في الهاتف تمام الدي احدратьي اناعرف ان الأثريس ساعر يكون عبارة عن مثلا سوبيروميزنتيريك انفيروميزنتيرك تبالينك فلما اجا اشوف الدي اح scaffالين choose هلقيهم بنفس الاسماني بالضبط صورة ليهم الازبالينك فين والسوبيروميزنتيرك فين والانفيروميزنتيرك فين لما انجمعهم باعث ب oportunこهم يا tooling يدوني وهي اسمها بورتالوين اللي اعملها اكبر بورتال سيركوليشن ارية مسؤولة عن الدي بتاع الجسم كله عبارة عن دي المسؤولة عن المسؤولة عن المسؤولة عن باقي الجسم كله. تمام? طيب. نبدأ بان الكلمة وحضرة بتاعتنا. الصورة ديات ملخصة كله. ادي ودي تمام? طيب. بدايتي. بدايتي من اول التريبيوترز بتاعت الاتنين دولة تجمعوا. تجمعت عمالي حاجة اسمها هو ماشي وراء البنكرياس في ستريت كورت او اللي هو خط مستقيم لان في حاجة اسمها طالع واتحد معه وكملوا مع اوعد شوية لحد النك بتاعت البنكرياس ودي علامة مهمة النك بتاع البنكرياس. طلع حاجة اسمها السوبيريور. هو كمان عايز ياتحد مع الليزبلينيك علشان يعملوا حاجة اسمها ايه? البورتال فين. اه تمام? ايه بديت اه اللي حصل يعني او عمالنا بورتال فين ازاي? طيب. اه في حاجة بس عايزين اتكلم معنا في البورتال فين هنا ان هو البورتال فين عادي اتجمعت وعملت لحاجة اسمها بورتال فين. بس هلاقي ايه حاجة غريبة ان البورتال فين هو داخل الليفر عمال لي حاجة هتقسم لبرانشات. وكيف انت عايز تخذف شرع ربنا? فالتفريع بلات البورتال فين ده هو الفين الوحيد يعني هو بيبتدي كبين وهو بنتهي كارتري لانه انتهى بتفريعه او انتهى ببرانشات. تمام? هتكلم في كل من الاربع دول عن اربع ايتيم. ايه الاربع ايتيم بتقولون? اول حاجة بدايته ايه? نهايته ايه? بتاعته عد على مين? وخد من مين? تمام? اول حاجة ده كان بدايته ايه? بدايته الهايلة متاع يعني حاجة بدهية جدا بدأ من الهايلة متاع عن طريقة حاجة اسمها دي جمعت مع بعضها ومشيت في اللي يجي من التمع بتاع البنكرياس لحد ما وصلت لي النك بتاعة البنكرياس اه تمام انتو عارفين انه بيمشي في ستريت كورس لسا ايضا لكم انه بيمشي في ستريت كورس ورا البنكرياس وبيعدي على شوية حاجات هو ماشي بيعدي على ايه زي ما انتو شايفين بيعدي على وبيعدي على وبيعدي على العضلة الثانية اسمها وبيعدي على وبيعدي على حاجة اسمها اه وبيعدي على الاورطة الاورطة بيعدي على الاورطة فين بالزبط فوق الفتحة بتاعت او فوق الارجن بتاع السوبيريوميز انتريك ارتري مهمة جدا الحتة دي فوق الفتحة يعني بيعدي على الاورطة فوق الفتحة بتاعت او فوق الارجن بتاع السوبيريوميز انتريك ببدايته من اول لحد ما وصل ليه النك بتاعت البنكرياس بيمشي في وبيعد على شوية حاجات اهمهم الكيدني وبالجلند بتاعتها والعضلة والاورطة تمام يبقى ده الكورس طيب بيمتهي فين بسألناهم اليوم مرة ان هو بيمتهي وراء النك بتاعت البنكرياس باتحاده مع علشان يعمل لي حاجة اسمها بورتال فين تمام اهو تاني وثلاثة ورابع سوري اتحد اه مع عند البنكرياس علشان يعمل لي حاجة اسمها هنلاحظ برضو ان هو في حاجة اسمها جيه والتحد مع قبل تمام فلما اقول لك الاند احنا قمنا الاند تمام اتريبيوترز بتاحتي انا عارف منهم واحد اول حاجة اللي هو عارف كمان واحد اللي هما اللي كانوا في اللسبين الصغيرين دول تمام فهنسكمهم مع بعض عضوين مهمين وفين كبير واتنين تبع او اتنين تبع العضوين المهمين والبنكرياس طبعا والفين الكبير اللي هو اتنين تبع اللسطمك شورت جاستريك فين وليفت جاستريك يبلوك بين تمام باذن الله اللي ما يكونش في حاجة خلصنا ربع المحاضرة او ربع تيتوريال بعد كي في حاجة اسمها ده كبير شوي بدايته كانت عند بدايته كانت هنا وهو طالع بعد كي بيخش على المزين تريك بتاع بيلاقي حاجة بيلاقي جنبه اللي هو فبيقول له خدني اش مالك او بتاعت عكده خدني اش مالك تمام وبيمشي بيمشي جنبه لحد ما يوصل لي النك بتاعت البنكرياس وبلاقي حاجة اسمها يتحد معي ويعملي حاجة اسمها بورتال فين تمام نشوف بقى الكلام ده بتاعه انه جاي من عند الريات الياك ريجن او الريات الياك فسطة يعني تمام عند بعد كده بيخش على الروت بتاع التالاسمول انتستن ويلاقي حاجة او نركز بقى في الحدات ديات عشان اللي هو ما بيمشيش مع بتاعه بيبعد عان ما يعني فالكورسور اللي هو بيبتدي عند الريات الياك فسطة او الياك ريجن وبعد كده يلاقي يدخل الريات الريات الريت يلاقي حاجة اسمها يمشي على شماله تمام ومهم ماشي كده بيعدي على شوية الحاجات اهمهم اللي بيكون معاها اليوريتر والجناد الفيزلز ويجينته في مورال نيرفوس وبيعدي على نكابة والاورطة والرينال فين والسيرت بتاعديه ده تمام يبداعوا الورجن والكورس والريليشن بعد كده نتكلم عن الاند والتريبيوترز بتاحته بصوا الاند بتاحته انه هو طبعا اللي يسألين انه بيبتدي بينتهي عند النك بتاعة البنك رياس ورا النك بتاع البنك رياس مع مع العشان يعمل اي حاجة اسمها التريبيوترز بتاحته بقى كتير قوي بصوا في اتنين شبه بعض انفيرو بنكرياتيكو ديودانال وسبيرو بنكرياتيكو ديودانال يبقى انفيرو بنكرياتيكو ديودانال انا عارف ان ده لحاجات دي كلها فهحكسهم بأسام الفين يبقى هم فاتتنا بس واحد هو المختلف اللي هو بدي تريبيوترز بتاحت كده خلصنا وخلصنا الانجانباتيكو ديودانال لما يكونش فيهم اي مشاكل اه بس احنا لو مذكرين اللي هو الارتوريال كويس هنجمعهم يعني وما تقلوش يعني حسن انتم هكونوا مذكريين او مش محتاجين اصلا تذكروا التيتوريالز ديت لانها طيب منيعة اللي انتم خدتوه في المحاضرات طيب بعد كنان نحن يقسمها حسن الانفيرومزينتريك ده وصص بها سلطان ابي حسنة طيب قوي يعني جد صغبان علي في التوريال كله المهم هو هو سلايد واحدة وخلصهم يعني خلصهم في سلايد واحدة ربنا يبارك لغلون طيب البداية هو قفين بصوا هو بداية وقالوا ان هو عباره عن سيستامك 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 خدت من سيستامك وتابع سيستامك فهو يكون عباره عن سيستامك بيكمل بقى تمام طيب الكورس بتاعه هو بيطلع بيطلع بس بعيد ويلي سيباريته خالص من عن عن الارتريب بتاعه بيسيبه في حاله كده ويتكلع الله يمشي لوحده تمام وبعدين بيمشي بقى وراء وبيعدي وراء البادي بتاع البنكرياس لحد ما يوصل لليسبلين يصب فيه تمام التربيترس بتاحته اخد من السيجمويد ياخد من السيجمويد بعد كده فاضل بقى اللي هو جزء الكبير من المحاضرة او الجزء اللي هو مهم يعني البورتال فين بدايته فين بدايته احنا زيقنا منها وراء البنكرياس في التحدي السوبيريو المزينتريك فين مع البديل اورجين بتاعه بعد كده الكورس ورليشن ثم قسموه ثلاثة اجزاء على حسب هو موجود فين اول حاجة هو اصلا التكون وراء الني جزء البنكرياس تمام؟ فالني جزء البنكرياس دي اصلا تحت الديودينام فاول جزءνε ايضا سمو انفرا ديودينام بعد كده هو طلع شوية ولقوه وراء الديودينام فسموه ريترو ديودينام وراء الديودينام بعد كده طلعون فوق الديودينام بقى في الانفيروفنكاب وراء البورتالفين اللي هو السند بقى زي ما بيقولوا هو الانفيروفنكاب قدامه احنا عارفين ان هو بيتكون وراء جزء الانفراديودونال بيتكون وراء النقطع البانكرياس يبقى قدامي النقطع البانكرياس تمام؟ ده هو الجزء بعد كده الريترو يبقى قدامي 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 حاجة كمان تبع ديودنم اللي هي جستر ديودنم الارتر يبقى كده انا حاجة اسمي اسمي جزء بتاعي يعني يسموه فاللي قدامي طبيعي يكون الديودنم والارتر بتاعه ايه هو الديودنم والارتر بتاعه ورايا سهلة وبسيطة الانفيروفنكاب بي حاجة كمان بس نسيت اقولها ان دايما قدام دايما قدام البورتالفين ده لان هو بيكون اخر حاجة خالص وراه الانفيروفنكابة وحتى لما بيدخل هو بيكون تمام؟ يبقى انا دايما وراه الانفيروفنكابة لما يكون انفراد ديودنم فبدايتي اصلا كانت عند وراه النيكتابة الكرياس فاللي قدامي هيكون النيكتابة الكرياس بعد كده لما يكون اسمي الديودنم هيبقى قدامي الارتر بتاعه وحاجة اسمه لما يكون سوبرا ديودنم اللي هيكون قدامي وطبعا البيولدكت هنزبتها ورد وحاجة اسمها الهيباتيك ارتري بازن الله الجزء ده ميكونش في اي مشاكل يعني الاند بتاعه بينتهي ازاي بقى انشان اقولت لكم ان هو بيخالب شرع ربنا وبينتهي ببرانشات هو بيدخل عند الاول ان بيدخل يعني بيدينا على حسب بقى يخش يخش ليفت هباتيك لوب والرايت يخش الرايت هباتيك لوب وكده يعني قلتكم ان هو بيكون مصطبو ستريوستراكتشر فبيكون وراء البرانشات يضعت الهباتيك ارتري وبيكون وراء الهباتيك دغط هو المصطبو ستريوستراكتشر طيب التروي ترزعت واخد من مين؟ واحد من سوبيريون مزنترك واسبلينك احنا يسائلين واحد من الجاستر وي واخد من الحائل كمان اللي هي السيستك فين وي بيقولوا ان فيه نبي كده يعني لاني بيقول ان فيه طويلة جامعين تأتشك طويلة برانش بصوا اللي جامعين تديك اصلا موقت نقودها في الامبيريورج يعني وبعدين يعني لما حصل لما بقي انا اضلت بقى يعني فيه ده حصل له كده بص اول حاجة ده 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 اما اللي جامنتم اللي جامنتم فينوزم بحرف الفي بيكونكت بيukنكت بالانفيريور فينا كافا تمام اما اللي جامنتم تيرز مع الامبليكس ده ده اتكلمة بقى عن دي ووظيفتها كلها ان هي تجمع الدم من ويتوصله تماما طريقة حيك اسمها يبداك دي بداك كل ان هي بتجمع البلد البلد بقى بتاع بكل العناصر الغزائي اللي احنا وقلنا ديت يعني عشان بتوصلها للفر عند الميكوزة بتاعت وبتعدي بقى للفر صينصويد وقت كده بتعدي على الهيباتيك فين لحد ما توصل له لما تكون حتى صعب علي في المنهج وين المارجر اعزين نعمل مقارنة مهمة ومش مهمة قوي يعني بسيطة يعني حاسها مش حاجة مش حاجة جديدة عليكم يعني طبعا صوترين جدا في الحاجات دي وخلاص بيتو داكاترة كلها كان ميديور بتاعدي معناه الفرق بين وبتاعتب دي تبع عبارة على والتربو Leb73 ول حاجات دي اي طريب في الجسم معروس الثالث problem تقول ال Kirk Ange بب النقار مخلع ابه الساك western ساكتون بانShort بس معاه هذا المعروس اما ده ما فيهوش اي بروتكت بتاع تمام يبدأ لي فرق بينهم ما فيهش ما فيهش فرق كبير يعني او ما فيهش حاجة فيها محتاجة شرح يعني تمام بعد كده في حاجة اسمها اه بين اهما اتنين مش منفاصلين عن بعض لازم يكون في اه يعني في تواصل بينهم برضه تمام الاناستموزيز الاناستموزيز ده بيبقى برا على تواصل بين البورتالفين والتريبيترس بتاعته دي كلها مع السوبروم في نكابة والانفيرو في النكابة وتريبيترس بتاعتهم برضه طيب ليه بقى بيكون فيه اصلا تواصل ليه مش كل واحد منتغلق على نفسه لان كبير دائما هيكون سليم في امرات كتير بتأفكت الليفر لان طبعا يعني بقى فيه سواء بقى فيروس او الالكوحول او البلهريسيا كده كل حاجات دي كلها بتأفكت الليفر وبتعمله بقى سروزيس فالليفر بتقفل فما نفعش الدم بتاع الجوء ايتيم يحصلوش فلازم يكون فيه وصلة تانية او يكون فيه سكة تانية اعرف اصرف بيها الاكل ده يعني اوصر اللي هو بقى الحاجات دي اعرف اوصل الحاجات ديات لباقي الجسم فسبحان الله يعني كل حاجة مخلوقة بقدر طيب اه ليه بقى موجودة بتاعت البورتال بورتال بورتال بلد اه في حالات بتاعت البورتال فيه فيه مينور سايتس وفيه اه ميجور سايتس ديات بقى بهايند الاسيندين والدسيندين وفيه حاجة تانية بتوين وايه تمام وفيه حاجة وموض فى مكان تانى اه اه في بتاع الليفر تمام يبقى. بتاعت الاناسطينوزينج ده ورا الاسيندين والاسيندين وبتوين اللي هي بورتال وتيركوليشن واللومبر بين اللي هي بتحويل سايتس وايه تمام طيب ده بالنسبة ليه الديفنيشن والسيجن في كانت بتاعته في حاجة بقى اسمها البيجور سايتس او اول حاجة تسمع ناس كتير جدا يقول انا عندي دوال المريء دوال المريء وبعد شوية لما حالته تدهور تلاقيه بقى يجي الدم كتير جدا من يعني يرجع دم بكماية كبيرة ومش عارفين تسيطر عليه لان خلاص بقى يعني خلاص الدوالي ديها ضعفة قوي او البنز يصنى البنز عبارة عن ضعيفة يعني البنز ضعفة ما بيجي قادرة تترجع دم بصورة كويسة بيحصل بقى الوبتز بتاعتها تضعف فبتعمل لي حاجة اسمها بقى الباريسز او الباريسز اللي هي الدوالي فالصوفيجيها الباريسز اللي هي في دوال المريء اشهر طبعا حالت بيكون معها دوال المريء طبعا ليبرس الروزيس اه اللي هي تلايف الكبد لو عارفين اكتر سبب مشهور في اكتر سبب بيعمل اللي هو اللي هو بيكون الالكوحول بس طبعا عشان احنا في مصر ما ينفعش نقول الالكوحول هو لا طبعا هو بيكون اللي هي اه طبعا اشهر سبب عامل في مصر كلها اللي اتمنعت من كل دول العالم الا مصر فسموها سموا الدودة اصلا باسم البلب بتاعي راح يا مصر فالمهم يعني اه ديت اه في الموتوبة موجودة فين بقى نركز عشان امسكيو او المتابعة يصلا في بتاع الاسوفيجس بتاع الاسوفيجس هي اصلا طبع اما الابر انت ديت تبع مش طبع الابورتل فبدايتها فين او ما كانها فين عند الابور انت بتاع الاسوفيجس بتوين الاسوفيجية ديت اللي هي من اللي هي طبع الابورتل مين 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 بتوين الاثنين اصوفيجية وهنا بتاعت الاسايجوس اما الاسايجوس ده طبع الاسوفيجس في حيه كمان الي هي البوسير ده طبع في الميدل دوالي المريء والانترن الفائي اللي هي البواسير تمام متعرفين بقى الحاجة دي اه يعني الاصوفيجيال فاريسيس دي بتوين اتنين اصوفيجيال ااصوفيجيال توربيوتر زفاثة ليفت جاستريك والازايوس اما البايل بتاعت ال اه اللي هي السوبيريور ريكتل والامفيريور والميدال ريكتل اخر واحدة بقى اه اكتر واحدة كانت ممتعة واحنا بندرسها يعني اللي هي ايه الكابت ميدوستا الكابت ميدوستا اللي هي بتاعت بقى اللي هي حوالين الامبريكاس كده بيكون في اه فينزي كده على فكرة كنت بنشوفها في حلقة البطنة كان بتبقى واضحة يعني في ناس كان بيبقى واضحة عليهم جدا يعني ربنا يشفيهم جميعا يعني بتوين مين ومين بتوين البورا امبلايكال فين اللي هي بورتل وبتوين الفيناس بتاعت الانتيرج ابضون الور عارفين الاصطيرة بتاعت الميدوستا ديت ولا مش عارفينها اللي هي كانت واحدة جميلة ومش عارفة بقى حصل لها وبقت بقى كل اللي يشوفها يتحول لحجر وكده وبقى على راسها تعبين وبتاع فهي بقى سموا بتاع ديات اللي هي الامبريكاس هي وحواليها بقى كده حصل لها كده فبقت شبه ميدوستا كده يبقى هي بتبقى اه بين مين ومين بين البورا امبلايكال اللي هي بورتل وبين الفيناس اف الانتيرج ابضون الور اللي هي السيستامك تمام نشوف بقى شوية اه السيلة كده اه طبعا واقف المحاضرة وسأل نفسك سؤال او حاول تجمع اللي اللي احنا قلنا في الاول احنا كلمنا عن ايه اصلا كلمنا عن سوبيري المزينتيريك انفيرو مزينتيريك والسبرينيك اللي جمعناهم كلهم مع بعض وقدونا حاجة اسمها البورتل فين جبنا البورتل فين ذكرناه وبعدين قلنا عملنا حاجة اسمها بورتل سيركوليشن بورتل سيركوليشن ديت انتهت بحاجة ان احنا البورتل سيركوليشن ديت اللي هي ما تقتف هيتش عن نفسها بس لقده كمان عملت آآ كولات ريزا او عملت كولات ريزا او عملية بتوين السيسيمك سيركوليشن وقلنا ايه اهمية ده وكمان في الاخر قلنا اه ايه اللو اه لو حصل اه عبستراكشن بتاع اه عبستراكشن في البرتل فين آآ الانستموزن ال الكولات ريزا تبعا ما تفتح وتعملنها شوية حاجات مثل الصوفيجية الباريسيز و البايلز بتاعت الانترنال بايل و اخر حاجة اسمها كابت مدوس فطبع انه قفوا محاضرة واسألوا نفسه قصوائب ويجاوبوا علي او رجعوا التيرتوريار كده اصنا بسيط جدا يعني الاسئلة بقى بالنسبة للبورتالفين ان هي واحدة غلط هو بيتكون من اليوني بتاع السوبيريوميزنتيك والاسبالينيكو صح ببص ابورد بيهايند الابي بلوك فورامين مش متأكد بيبقى وراء البايل داكت احنا عرفين انه دايما في اخر حاجة ولاي بوستيريور توهيباتيك ارتري او هو لاي بوستيريور توهيباتيك ارتري بديت الحاجة اللي هي انا متأكد ان هي لما باجي حلقة امسي جيو كده بشوف الحاجة ستاة متأكدة منها واستبعدها خالص والحاجة اللي انا مش متأكدة منها ان شاء الله هي التي بصح فهو فعلا صح عشان مكتوبة اصلا بالنص في الديتا معلين اللي بعده وانا جبت سيرة الانا الكنال اصلا جبت السيرة الاور بورد بتاع الوصوفيغاس انا قلت الاور بورد بتاع الوصوفيغاس لا دا كان الاور بورد اراوند الامبيكس مفضلش غيرها اصلا ايه دي صح تمام بس كده خيص اتمنى تكونوا استفدتوا او جمعتوا اي حاجة متويل هو انا عارفة ان هو ما فيوش اي حاجة او في اي حاجة ممكن تشرح قوي يعني في اللي هم الحبق الاخار دول اللي هو وكده اللي ممكن نقول لكم فيها حاجة اللي بقى كله يعتمد على الحفظ شوية او البصمقة بشكل كبير لان متجهدش نفسك قوي انك تذاكر او تقعد تحفظ لحاجة سهلة وبسيطة وباذن الله مش يكون عادة رغبات كتير بس هو مهم يعني وهو اصلا عبارة تجميع اللي انت خدته قبل كده فما تجدش نفسك قوي حوالي تعتمد على الحاجات البسيطة دي في البصمقة اكتر من انك تقعد تحفظ لها وتديره وقت خلي خلي الوقت اللي انت كبير ده لالبورة مثلا لان على الفاينال كله يكون بورة معادة سؤالين ثلاثة كده في كل مادة لان طبعا حجمهم صغير يعني لكن البورة هي لا تاخد الابارة هندفة الامتحان فطبعا ركزوا جدا على البورة والمديول ده عموما ما عليش انه صعب شوية هو اصعب اصلا مديول في الترم كله طبيعي الضغط اللي انتو فيه او مسلا الامتحان هيكون صعب فده طبيعي يعني وحنا كلنا مرنا بنفس التجربة ديت فحاولوا بقا يعني تشدوا حلكو شوية وتبزلوا اقصى جهدوكم في المديول ده اللي جاي بإذن الله يكون اسهل شوية الترم التاني برضه يكون في السي ان اس هو الصعب شوية بس لما ننجي الترم التاني يعني ربنا يسر الحاجة بس كده يعني طبعا اكونوا استفدتوا او في انتو اي حاجة وادعولي بقى يعني الرمض يعدي على خير علشان خلاص نسأل الله الخلاص اشتركوا في القناة